مع استمرار المخاوف الأمنية والتحذيرات من القرصنة الإلكترونية لاختراق أنظمة عسكرية وأمنية طالب مشرعون أمريكيون البنتاجون بشرح تفصيلي حول اعتماد الجيش المتزايد على بائع برمجيات واحد هو مايكروسوفت ومدى تأثير ذلك على الأمن السبراني للولايات المتحدة مجلة نيوزويك الأمريكية نقلت عن مشرعين في مجلس النواب الأمريكي قولهم إن الأمر يأتي بسبب مخاوف من أن استخدام الكثير من البرامج من بائع واحد يجعل وزارة الدفاع أكثر عرضة للقراصنة والجواسيس عبر الإنترنت إلى جانب أن توظيف بائع واحد فقط بشكل هادف قد يخلق نقطة فشل واحدة إذا تم اختراق الشركة من قبل الأعداء خاصة وأن البنتاجون وافق على شراء أدوات مايكروسوفت الإلكترونية بموجب عقد حصري مخاوف المشرعين الأمريكيين تزامنت مع ما أعلنته أصلا شركة مايكروسوفت مؤخرا هناك قراصنة صينيون تمكنوا من الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني في عشرين منظمة بينها مؤسسات حكومية أمريكية كوزارتي الخارجية والتجارة حتى أن القراصنة تستهدف حساب وزيرة التجارة جينا ريموندو ليست الأزمة الوحيدة لمايكروسوفت قبل أشهر قليلة استخدمت مجموعة روسية ثغرة في مايكروسوفت أوفيس وأرسلت مرفقات ضارة متخفية في شكل وثائق حول المؤتمر العالمي الأوكراني إلى كيانات دفاعية وحكومية في أوروبا وأمريكا الشمالية أما الصين المتهمة في القضية الأخيرة فهي تطلق تصريحات رسمية حول رغبة بكين في ترميم العلاقات مع واشنطن كما أنها نفت الاتهامات بل ووصفت أمريكا بأنها أكبر إمبراطورية للقرصنة في العالم لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر